إذن إخواني أن المعارضة المطلقة مذرة والولاء المطلق مذر والذي نراه في هذه المرحلة ما بعد 12 ديسمبر لا يوجد ولاء مطلق رأيناها من قبل كيف الناس ولاءها مطلق البتفريق ولكن الذي رأيناه كثير من الجزائريين شاركوا في الانتخابات وحثوا على المسار الانتخابي والآن هم ضد الدستور وينتق دور الرئيس في خرجاته ورئيس الجمهورية بحد ذاته قال في أول خطاب لما تم تنصيبه في منصيبه قال قوموني إذا أخطأت ساعدوني وشجعوني إذا أصبت وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب وأعينوني إذا مشيت في مسار صحيح وإذا أخطأت قوموني والذي نقوم به نحن والكثير من الجزائريين يدخل في إطار التقويم لذلك انتقاد خيارات الرئيس لا يجب أن تعني أنها التفاف على مسار انتخابي لا الجزائر وضعت في السكة ونحن لاحظنا لما جاءت جائحة كورونا تخيلوا أن الجزائر بدو الرئيس وما زالت في تلك الفوضى أو أنها دخلت في فوضى عارمة كيف رح يكون مصير الوضع في الجزائر؟ من هي الدولة؟ من هي المسؤول؟ والذي يمكن أن يمثل الدولة الجزائرية؟ الوضع في ليبيا الآن متفجر وتدخل خارجي وغزو عسكري أجنبي وممكن تكون في قواعد عسكرية أجنبية تصير تهدد أكثر من 900 كم حدود جزائرية ليبيا تصير تهدد الأمن القومي الجزائر إخواني أن المرحلة صعبة وكانت تحتاج إلى رئيس منتخب أي وسيلة حتى لو كانت المشاركة الانتخابية ضعيلة لو كانت المشاركة الانتخابية كبيرة وكان تم اختيار أحد المرشحين الآخرين لك الرئيس ونحن لاحظنا فيهم ناس أسلس وكلهم سيئين كلهم فيهم إيجابيات وسلبيات يعني لو تم الشعب الجزائري قبلها لو رشح غيره وكذا وكذا فيهم الناس ترشحون عرفهم ناس نظافون ونزهاء ولكنهم لم يتمكنوا من جمع التوقعات بسبب التحريض ضد الانتخابات والآن يأتي الخطاب من لندن وباريس يا أبو صباح لزرك هاك واشدرت يا أبو صباح لزرك هاك وين وصلت يا أبو صباح لزرك أسرب من الكأس اللي حبي تسقيه الغيرك وكذا 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 وهذه الخطابات البائسة التي اندلت على شي فإنما تدل على أننا لدينا ما يشبه المعارضة لكنها معارضة بائسة لا تملك مخطط ولا تملك مشروع ولا تملك معطيات فأنا المعارض الناجح هو الذي يستطيع أن يفرض نفسه على مؤسسة عسكرية باحترام ويفرض نفسه على الآخرين ويفرض نفسه على الجزائريين ويستطيع أن يحقق مطالب الجزائريين بالتدرج وبقدر ممكن وليس أنه يريد كل شيء له أو أنني أفسد كل شيء أعتقد هذه كنا نلعبوها أيام زمان في يا نلعب ينحرم كما يقولوا فيها الجزائريين